أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة نبدأها بأبرز العنام الفصائل تقس على المصالح الأمريكية عشرون صاروخا يستهدف قاعدة عين الأسد قناة الفلوجة عين حريق مول الماسا شرقي بغداد وفرق الدفاع المدني تسيطر على النيران مجسر تقاطع الفنون الجميلة يدخل الخدمة خلال 105 أيام السودان يؤكد التزام الحكومة بتوقيتات المشاريع تعرضت قاعدة عين الأسد غربي الأنبار إلى هجوم صاروخي كثيف وصفته مصادر محلية بالأعنف منذ بدء التصعيد وبحسب المصادر فإن رشقات صاروخية متتالية بلغ عددها نحو عشرين صاروخا كما سمع عدويها من جهة قاعدة عين الأسد وفق ما أفاد به سكان محليون فيما تبنت ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق استهداف القاعدة برشقة صاروخية كبيرة مشيرة إلى أنها تضم قوات أمريكية في غضون ذلك سقطت ثلاث طائرات مسيرة اثنتان منها في محافظة ديالا والأخرى في صلاح الدين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقال مصدر أمني في ديالا إن لواء المغاوير الأول بقيادة عمليات ديالا تمكن من إسقاط طائرة مسيرة ليلة أمس الجمعة خلال تحريقها جنوب ناحية بوهرز جنوب بعقوبة مبينا أن الطائرة المسيرة عبارة عن طائرة استطلاع ولا تحمل أي تأسلحة وما زالت هويتها مجهولة كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن طائرة أمريكية مسيرة تحطمت قرب قاعدة بلد الجوية دون أن يحدد نوعها مضحة أن قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات كما فتح تحقيق في الواقع في الأثناء جدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول نفي الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات أجنبية إضافية إلى البلاد مؤكدا مضي الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق رسول وفي تصريحات له أشار إلى قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي لجدولة انسحاب التحالف من البلاد ويعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام يشار إلى أن صحفا أجنبية أفادت بإرسال واشنطن 1500 جندي إضافي إلى العراق في إطار مهم التحالف الدولي أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا وقع في أحد المحلات في مجمع انتجاري شرقي العاصمة بغداد مراسلنا كان موجودا في مكان الحادث ونقل التفاصيل نجد الآن في منطقة البلديات حيث حصل حريق إثر تماس كهربائي نتيجة احتراق أحد السوبر ماركتات هنا الذي يدعى بسوبر ماركت الماسا في منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد حضرت أجهزة التفاع المدني وآلياتها وتمكنت من إطفاء الحريق لم يسجل الحريق حدوث أي إصابات على مستوى المدنيين فقط كانت هناك إصابات مادية بالسوبر ماركت الذي وقع فيه الحريق والأدلة الجنائية انتشرت لمعرفة ملابسات الحادثة بحسب شهود عيان هنا المواطنين ذكروا للفلوجة بأن سبب الحريق كان نتيجة مادة القاز وحدوث تماس كهربائي أدى إلى اجتعال الحريق في هذه المنطقة وتمكنت فرق الدفاع المدني لغاية هذه اللحظة من الدفاع الحريق بالكامل والسيطرة على الوضع تكثف القيادات الأمنية جهودها في المناطق المتضررة من الإرهاب لتهيئة بيئة آمنة قبل إعادة النازحين سيما بعد تحديد موعد نهائي لإغلاق جميع المخيمات من أجل النهوض بواقع المدن المحررة تحرص القيادات الأمنية في محافظة الأنبار على تهيئة بيئة آمنة تمكن النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية من خلال عقد الورش والندوات بحضور قادة الرأي الذين يؤكدون على السلم المجتمعي كأهم الركاز الأساسية التي طرحت في مؤتمر مهم للشرطة المجتمعية هنا في الفلوجة الحوار حول تأمين الفكر السليم المعتدل في المجتمع الأنباري لا يخفى عليكم دور الشرطة المجتمعية في التابع على دارة العلاقات والإعلام في محاربة ورصد هذه الأفكار التي تنخر المجتمع ترسيخ الأمن الفكري وتعزيز السلم المجتمعي بحضور ثلة طيبة من متديات الشرطة المجتمعية والقادة الأمنية والمحافظة حقيقة اليوم حقيقة أصبح الأمن الفكري والسلم المجتمعي وضرورة اجتماعية وضرورة أمنية نحو عشر سنوات عاشها النازحون في مخيمات النزوح هذه التي أفرزت عدة تداعيات أثرت بشكل سلبي على سلوكياتهم نتيجة المعاناة التي لاقوها طيلة فترة نزوحهم من فضل الله عز وجل أن العراق اليوم متجه إلى السلم المجتمعي وهذا ينبغي أن يلقي بظلاله على النازحين الذين طالت سنوات الجمر والدمع عليهم بفراق بلدانهم ومدنهم ومدارسهم لذلك إكراما للطفولة في العراق أن نحرك هذا الملف لكي يعود الناس بعد رحلة عانى منها الجميع واكتوى بنارها الجميع ومن المؤمل أن يشهد عام 2024 حسم ملف النزوح وإغلاق جميع المخيمات بحسب آخر تصريح للحكومة العراقية بشأن عودة النازحين من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة خدمياً افتتح رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أول مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد حيث افتتح مجسر تقاطع كلية الفنون الجميلة والذي أطلق عليه اسم الفنان التشكيلي الراحل فائق حسن وخلال حفل الافتتاح أكد سوداني أن مشروع مجسر تقاطع الفنون الجميلة يؤكد جدية الحكومة في التزاماتها بالتوقيتات في تنفيذ جميع المشاريع وإمكانياتها على تخطي الصقوف الزمنية المعتمدة وبيناً أن المشروع أنجز خلال 105 أيام بعد تحديد 300 يوم لإكماله هذا المشروع الفترة التعاقدية 300 يوم أنجز 105 يوم وأيضاً هذه ميزة لأول مرة المواطنين يشوفون مشروع ينجز بفترة قياسية هذه هي منهجية عمل الحكومة أن ننجز المشاريع قبل الفترة المحددة بموجب التعاقدات ويمكن لاحظتم العمل في أكثر من شفت ليل نهار ما عندنا وقت لازم نعوض ليفاتنا ونقدم الخدمة لأبناء بلدنا في كل المحاولات في الشأن الاقتصادي أعلن وزير التجارة أثير لغرير اختتام فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمعرض بغداد الدولي التي انطلقت في العاشر من شارك كانون الثاني الجاري وأشار لغريري في بيان إلى أن فعاليات الدورة الحالية حققت نجاحاً كبيراً وتميزت بالتنظيم والتأهيل إضافة إلى تنوع وحجم المشاركات من دول وشركات لافتاً إلى تحقيق عدة عقود لشراكات بين القطاعات العراقية وأخرى من المشاركة في المعرض أقيمت في مدينة الموصل ندوة اقتصادية لمناقشة سبل النهوض بواقع الحركة التجارية والمالية ولتسهيل المعاملات المالية والمصرفية في نينوى الندوة تضمنت نقاشات لوضع حلول لمشاكل في التجارة بالموصل من ناحية التعامل بالعملة الصعبة ومضايقة السيطرات الأمنية ورغم دعوة أصحاب القرار إلا أن الحضور تفاجأوا بعدم حضورهم للجلسة التي تطرح مشكلة كبيرة في المحافظة قررنا أن نضع المعويقات والمشاكل التي تواجهبها التجار والمستردين في عملية تجارية وعملية تحويل الأموال الحقيقة هناك بعض المعويقات سيتم إدراجها بالنسبة للتوصيات حقيقة هو نوع من التأخير في تحويل الأموال أيضا هناك صعوبة في السيطرات خصوص من التجار يعانون من يعني يحتاجون إلى صحة صدور وأشياء كتب رسمية تؤخر عملية إدخال البضايا مع أنه ظهروا كثير من المسؤولين وكثير من الأكاديميين والأساتذة والمختصين بواجباتهم بإيجاد الحلول وإعطاء ورقة عمل لكن نجد أن أهل الاختصاص واللي هي الضريبة والقمرق وبعض دوائر وزاة الداخلية وكثير من دوائر الأخرى متعلق بهذا الأمر والمصارف لم تحضر ما عادة طبعا مدير بقل مركزي وهذا طبعا خلل كبير يؤشر سبب أنه وصلنا إلى هذه النسبة لأنه وجود بعض الموظفين والمدراء المتلكيين في عملهم في حضور أصحاب القرار وصناع القرار والتجار التي هي الطبقة المتأثرة مباشرة لكن تأثير الحركة المالية والتجارية في الموصل على جميع أفراد المجتمع لكن بصورة مباشرة هي التجار وشفنا في هذا المؤتمر المشاكل كثير تواجههم فيما يخص الحركة المالية التي هي الحوالات والتعامل مع البنوك الحكومية والأهلية في البصرة حيث التجاوز الحدودي الكويتي من جهة وغزو المنتجات الزراعية الإيرانية المستوردة من جهة أخرى أمران يضيقان الخناق على مزارع الطماطم في قطاء الزبير مساحات شاسعة كانت تزرع سابقا بالطماطم تمتد من جبل سنام حتى حدود ناصرية مزارع تبلغ أعدادها أكثر من سبعة آلاف مزرعة لم يتبقى منها سوى نحو ألف وستمائة لسبب أساسي هو عدم حماية ما ينتج الفلاح الزبيري والله الفلاح إذا طبع طماطع عالية إيرانية يصير تكلفة عالية يصير السوق ينزل عالية ومتكلف كمياوي وفلاحة وزارع وشغلات تكلفة يعني عالية واحد الإيراني إذا يحسب حسابه زارع وطبع عليه إيراني الموسم ما لا يفشل يطلع مطلب للسوق لبه المواد اقتصاديون من جانبهم أشاروا لوجود حرب واضحة يخوضها الفلاح العراقي دون وجود أي سند حكومي له أمام المستورد من دول الجوار ليصير ضحية ليس أمامه حل سوى ترك مزرعته وهجرها حتى القاعدة الإنتاجية التي كانت فاعلة خاصة بالزراعة والصناعة جرى وعدها جرى قتلها بفعل سياسات تجارية حرة منفتحة على الخارج أسهمت في تدمير هذين القطاعين وحتى المنتج المحلي اليوم محارب لفعل عدم وجود سياسة حماية للمنتج المحلي السبب الآخر الذي استدعانا للتوجه إلى ناحية أم قصر مساء هو تصوير شعلات النفط الكويتية التي حلت محل المساحات العراقية الزراعية التي كانت تنتج الطماطم في داخل الأراضي العراقية سابقا حاليا هي في داخل الأراضي الكويتية يعني هذه المزارع تابعة إلى الأراضي الكويتية وحدود الكويت في الترسيم الجديد تقريبا كان إلى سفان أو فوق من حدود من السفان إلى أكثر من 150 مزرعة المزارع كاظم يأمل أن يمر عليه هذا العام ولا يتعرض إلى الخسارة أمام فتح الحدود للطماطم الإيرانية بينما آلاف المزارعين يشاركونه الطموح للحفاظ على ما تبقى من مزارعهم خالد السلامة لقناة الفلوجة البصر انتخابيا أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن الهيئة القضائية حسمت جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات المحلية والتي جرت الشهر الماضي وبحسب وثيقة حصلت عليها الفلوجة أوضحت أن الهيئة القضائية للانتخابات حسمت جميع الطعون المرسلة إليها بخصوص انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم مبينة أن عدد الطعون بلغ ثلاثمائة وثمانية وثلاثين تم إنجازها خلال الفترة القانونية المقررة وجه متخصصون في شأن الانتخابي أصابع الاتهام لمفوضية الانتخابات باعتماد سياسة الكيل بمكيالين في عملية استبدال أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات وهو ما حرم مرشحين في الأنبار من الصعود على العكس من بغداد التي صعد فيها مرشحون إلى البرلمان بعد اعتماد قانون مغاير انتقادات يوجهها متخصصون وأواسط شعبية لمفوضية الانتخابات متهمينها بممارسة سياسة الكيل بمكيالين من خلال قرارات متناقضة ففي بغداد اعتمدت المفوضية استبدال أعضاء البرلمان على أساس أعلى أصوات من الدائرة الانتخابية ذاتها ضمن قانون رقم تسعة لسنة عشرين عشرين أما في الأنبار فقد تم استبدال عضو مجلس المحافظة من عموم الأنبار معتمدة قانون رقم أربعة لسنة الفين وثلاثة وعشرين ولم يتم الاعتماد على قانون الدوائر الانتخابية الصغيرة وهو ما اعتبره متخصصون مخالف للقوانين الانتخابية صراحة الاستبدال صار تقريبا طريقتين الاستبدال لمجلس النواب الحالي في نص القانون الذي أجري فيه الانتخابات أن يستبدل الذي يليه بعدد الأصوات في نفس الدائرة الانتخابية الانتخابات الماضية كانت المحافظة عدة دوار انتخابية فيستبدل من الدائرة الصغيرة التي شغل المقعد منها اليوم يصار استبدال بأنه من كل المحافظة وهذا أعتقد فيه إشكال بأنه عانت طبعا كلها رجعها إلى عدم استكمال منظومة الانتخابية وثغرات كثيرة مراقبون من جانبهم عللوا الأسباب بعدم إكمال المنظومة الانتخابية مشيرين لثغرات كثيرة يجب أن تعالجه ومؤكدين على ضرورة مراجعة كل الفقرات وتعديلها للوصول إلى منظومة انتخابية متكاملة وواضحة القرار الذي صدر ما شاهدناه في الإعلام لم يذكر حقيقة النصوص التي اعتمد عليها مجلس المفوضين منها القرار الأولي كان بتفصيل كامل لكيفية رد الاعتراض وأن يكون المرشح من ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة وليس من الكتلة التي فاز بها أو الاحتياط في ضمن المرشحين عن محافظة الأنبار وبعد هذا التخبط يرى متخصصون ضرورة حسم هذه المشكلة من قبل القضاء والمحكمة الاتحادية ومنع تطبيق القانون بانتقائية لصالح جهات معنية والتي من شأنها أن تؤثر على العملية السياسية برمتها من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة في محافظة ديالا وبعد استفحال عمالة الأطفال رصدت عدسة الفلوجة ظاهرة عمالة المسنين إذ يعملوا كبار السن في مهن شاقة لسد حاجاتهم المعيشية مع غياب الدعم والرعاية لم تثنيهم الشيبة عن أعمال شاقة لتوفير لقمة العيشة بعض كبار السن في ديالا ينهضون باكرا في كل يوم دون أي انقطاع للعمل في أسواق بعقوبة أبو خالد واحد من هؤلاء الرجال الذين يضطروا للعمل لسد حاجة عائلته فلا رواتب مجزية تغطي نفقات هذه العائلات الفقيرة لعت كل ما عندي لا راتب لا رعاية ولا أبد قدمت على الرعاية ثلاث مرات أربعة كل ما حصلت وأني كاسب على باب الله عمري 63 سنة وعايش على هذه البسطية وعلى هذه الله وأني عندي برقبت عائلة وبيتي إيجار على رجلين الجنة نشتغل لا عدنا لا راتب رعاية ولا أي راتب وشو هاي الميزانية والتعينات وكل أكلاوات وكل بس لهم بس ربحهم وإحنا لا تعينات ولا هاي فنطالب من الدولة باعون على هاي الشباب والله إحنا كبرنا بحي مو ما راتب بعد بي الله هم بس رعاية ولا هاي بس هناك شباب خطيئ خريجين ضعف تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنح العمال في القطاع الخاص راتبا تقاعديا يحرم الكثير منهم من الحصول على هذه الامتيازات مما يجعل البعض منهم بعد بلوغه الشيخوخة فريسة العازة والجوع مما يدفع بهم للبحث عن أي عمل حتى لو كان على حساب صحتهم من الله يدركون أهمية التسجيل في قسم الضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي لكن نرى أن هناك أعداد قليلة جدا من العمال هم مضمونين وبالتالي عندما يبلغون سن متقدمة لا يجد مصدر دخل خصوصا بعد عدم قدرته على العمل فيتجه العمل أغلب إلى شبكة الحماية الاجتماعية التي غالبا ما تكون هناك إجراءات روتينية تحتاج من الشخص كبير السن يقوم بها لغرض شموله برواتب أو يعانات الحماية الاجتماعية ويطالب متخصص برفع رواتب الحماية الاجتماعية وشمول أغلب الفقراء دون أي روتين يطبق حاليا يحرمهم من التمتع بخيرات البلاد المهدورة منذ سنوات من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة بعد فوزه المثير والمستحق على نظيره الياباني تغنت الصحف العالمية بفوز منتخبنا الوطني وصعوده إلى الدور المقبل مزيد في التقرير التالي أنهت رأسيتا أيمن حسين انتظارا دام 42 عاما على آخر خسارة تلقاها المنتخب الياباني في دور المجموعات في بطلة آسيا منتخب العراق الوطني حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الساموراي الياباني أقوى المرشحين لنيلي اللقب الآسيوي والحق به خسارة هي الأولى خلال 26 مباراة خاضها اليابان في دور المجموعات في النهائيات القارية فيما حقق سود الرافدين فوزهم الأول على الساموراي منذ عام 82 خلال دورة الألعاب الآسيوية فوز كان له وقعه على عنوين الصحف العالمية التي تغنت بفوز المنتخب الوطني فكتبت الغارديان البريطانية أن أيمن حسين صعق اليابان وأوصل العراق إلى الأدوار الإقصائية وعلقت الوكالة الفرنسية بأن تغلب العراق كان أقرب للكمال فيما كتبت صحف أخرى أن الفوز كان من أعظم مفاجآت آسيا أسود الرافدين ضمنوا بهذا الفوز التأخل للدور المقبل فضلا عن صدارة مجموعتهم ويعزز الأسود آمالهم بتحقيق بطولة ثانية بعد التي تحققت في 2007 هذا ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة العراق واليابان بالتاريخية وقال الاتحاد في تدوينة له أن مباراة العراق واليابان ستدخل سجلات التاريخ فيما نشر الفيفا صورا من المباراة وللجماهير العراقية على منصة X في قرار هو الأغرب لهذه السنة قسمت بناية إحدى رياض الأطفال قسمت في المنطقة منطقة العامرية ببغداد إلى قسمين الأول بقي روضة أطفال أما الثاني فتحول إلى مركز شرطة يحتوي على مكان لتوقيف المجرمين القصة على لسان أهل المنطقة يحدث في العراق مركز شرطة لا يفصله عن روضة للأطفال سوى جدار متهالك هذا ما تفاجأ به السكان بانشطار مبنى روضة العامرية الحكومية ومنصفتها مع مركز لتوقيف المجرمين وحل المشاكل الاجتماعية فكيف لبناية واحدة تجتمع بها براءة الطفولة والمظاهر المسلحة في حي سكني جوي الدوريات مع شرطة فقال لحسر المركز مع شرطة يبقى أنتوا يعني احنا منطقة سكنية طارف العامرية محلة 640 ومنخص هذا الزقاق 16 منطقة طارف العامرية ومنطقة بيها مدرسة ثانوية مع البنات وروضة حكومية ومدرسة ابتدائية ويها البناء مع المركز السلسل الذي يساوها يعني بناية متهالكية قديمة وصفها روضة يعني تدري أنت حيصير هنا موقف موقفين هي سلامة الأطفال لا يهمهم يعني هذا نطرح قدام سيد وزير الداخلية يعني إنسان أنت مهني وتعرف الأمور يعني منطقة سكنية وأكو بديل إلها أكو ملجأ صاير بشارع المضيفين جامع ملوكي هذا تابع للدفاع المدني يعني هي أحد تشكيلات وزارة الداخلية قبيل القرار برفض السكان الذين رفعوا طلبا إلى وزير الداخلية لإيقاف تنفيذه ونقل عناصر المركز من الرقعة السكنية وإبعاده إلى منطقة أخرى حفاظا على سلامة الحياة المدنية وأنا بصراحة أنا شخصيا وديت لطلب بتواقع من المنطقة والطلب الرفع من خلال المكتب السيد وزير الداخلية الرفع بتاريخ 23-12 ولليوم ماك نتيجة ومستمرين المركز بالتحويل يريدوني يبقون هنا بين العوائل وبين البيوت وهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلا ما يصير مو صحيح مو لائق وإحنا راح نهجب نبيع بيوتنا ونهجب من وراء هذا الموضوع لأن مستحيلة سوين متروح ماكو مركز شرطة بين البيوت يعني عندنا عوائل يعني الجهال يخافون ما نقدر نوقف بالشارع ما نقدر نطلع بالحديقة يعني تعرف هاي بيوتنا هاي بيوتنا هنا فيعني مشكلة شبيرة فإحنا نطالب وزير الداخلية بأن يلغي هذا الموضوع يعني سجناء أو دوريات أو هاي لا تقدر تنام لا تقدر تأخذ راحتك يعني وإذا بواحد بيئة يقدر أخذ راحتة وين يعني روضة بعدها وجود أكيد طبعا بيها دواموا روضة وأطفال يدعمون بيها وأكثر يعني أكثر مناطق تدري يعني أكثر مناطق عرضين للبيع يعني هاي بيوت عرض إلى وقع مركز شرطة يعرضون للبيع يعني مستحيل استرمنطقة سكنية بمقابيلها مركز شرطة ويعود تاريخ إنشاء هذه الروضة إلى ثمانينات القرن الماضي تخرج منها المئات من شخصيات المنطقة كما أنها تتوسط مربعا يضم مدارس ابتدائية وثانوية بينما طبيعة الشوارع لا تتحمل المظاهر المسلحة بحسب مواطنين على الحديد قناة الفلوجة بغداد بعد أن شهدت بادية السماوة الجنوبية غزارة في الأمطار ابتدأ موسم بيع الكماء بمختلف أنواعه المعروفة لدى أغلب العراقيين الذين قدم كثير منهم إلى المثنى لشرائه بالإضافة إلى مشترين من خارج العراق مرة أخرى يعود سوق الموسمي لبيع فاكيات الصحاء المعروفة بالكماء في المثنى بعد غزارة الأمطار التي شهدتها بادية السماوة في ساحة متخصصة لعرضه وتسويقه وسط منافسة كبيرة لبيع أجود أنواعه على متبضعين من مختلف المحافظات بدأ موسم تشمى 15-12-2023 وينتهي نهاية موسم شهر الثالث 2024 والأنواع الجيمة عندك يعني خاصة خاصة مناطق الجنوبية والبادية الجنوبية بالخاصة يعني بيها الجيمة يختلف عن باقي المحافظات نحن من البغداد نشتري شمى منها من علوة السماوة نودي البغداد العلوة على حجيه من علوة النور كل شنة هنا هسوق ودي البغداد الأنواع الأنواع هنا مختلفة بحسب الحجم والطعم فمنه الأحرق الذي يعد من أجود الأنواع والزبيدي الذي ينافس الأول بطعمه حتى بات غذاء نفيسا ينافس اللحوم الحمراء والبيضاء على موائد العراقيين وليكوني بادية السماوة تتميز عن غيرها بملوحة أرضها فإن الكماء المستخرج منها يمتاز بنكهة خاصة بحسب المتبضعين كمانا كم السماوة يختلف عن بقية المحافظات وخاصة عن السورية عن الغربية ديك لأننا أرضنا بها ملوحة شوي أسعاره والله موسوى من العشرة للعشرين ورغم ارتفاع أسعاره إلا أن أغلب العائلات العراقية تحرص على الحضور لسوق الكماء في المثنى لشرائه كونه يعد من الواجبات الغذائية النادرة لما فيه من فوائد صحية غذائية من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية نشرة نتهت هذا تذكير بهم مجاة فيها موسيقى الفصائل تقس على المصالح الأمريكية عشرون صاروخا يستهدف قاعدة عين الأسد موسيقى قناة الفلوجة عين حريق مول الماسة شرقي بغداد وفرق الدفاع المدني تسيطر على النيران موسيقى موسيقى مجسر تقاطع الفنون الجميلة يدخل الخدمة خلال 105 أيام السوداني يؤكد التزام الحكومة بتوقيتات المشاريع الفلوجة دو تيفي للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا تواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب في أمان الله موسيقى موسيقى